يا مساء الخير وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة ويوم جديد وينبوكس النهاردة معنا فقرات حلوة ومختلفة ومتنوعة وإن شاء الله كمان تنول إعجابكم ورزائكم لكن بقى النهاردة لازم أمسي على حبيبي وصحبي أخويا شيكو يا مساء الفل يا شيكو يا كاروعة عامل يا شيكو الحمد لله يا حبيبي انت يا خبارك ميا ميا أخبارك انت ايه آه ماشي الحال حلو الحمد لله الحمد لله اسود ومتقامين مع بعض جو النهاردة بس حارتين شوية عايز أقول لك بالليلة هتنزل حوالي مثلا يعني أنا كنت العربية مثل مسجلة 38 أنا لقيت أن الأرصاد الجوية كانت بقى أن بالليلة 17 معقولة اه فأم مش حبيب اه يعني هوا يعني نخلي باننا في 20 درجة فرق موضوع غريب نخلي باننا لأن الواحد داخل دور يعني ايه علشان الجو ده محترم ده حقيقي رأد رأدة حلوة كده ألف حمد لله على السلام اسبوع واشرة أيام كده الواحد اه اه كان لتظبط متلوق فيهم ده فعلا يا جماعة خدوا بالكم خصوصا الناس اللي بتنزل زينا من بدري جدا او من الظهر الغاية بالليل وبيبتدي ان هو الجو يتغير عليهم في الشارع فان شاء الله كده يعني كل الناس تبقى واخد بالها طيب خلينا بقى نبدأ في كلام حلقتنا النهاردة كده ونقول الفقرات اللي معانا النهاردة زي ما حضرتكم متعودين ان كل ثلاث بيكون معانا سابي بنتكلم معاها عن الأبراج وكمان بنرد على كل استفساراتكم واسألتكم ومدخلاتكم معانا فهنستنىكم ان شاء الله لما نيجي لمعاد فقرتنا تابعونا عظيم جدا بصوا بقى برضا يكون معانا فقرة حلوة جدا وفقرة هامة وبتتكلم عن التاريخ والحضارة بتاعتنا بشكل اعمق يعني وخاص بالعملات بالعملة يعني مفيش حد الوقت يعني غير وهو بيتكلم عن النهاردة الدولار بكام النهاردة اليوروبا بكام بنتكلم بس على العملات الأجنبية في حياتنا صح لكن مش بنتكلم على بعض الحاجات برضو الخاصة بتاريخنا الخاصة بحضارتنا الخاصة برضو بالأجيال الحالية ان هما يعرفوا يعني البداية بتاعتنا كانت تقانيه عملات هل يا ترى كان في البداية العملات دي كانت هي بمسمياتها الحالية ولا كانت مختلفة وهل برضو كان البداية كان فيها عملات ولا كان فيها بعض الحاجات الأخرى مثلا زي المقايدة مثلا حاجات كتير جدا برضو نتكلم عنها بالتفصيل وبالأخص يعني من الأستاذ محمد عبد الحميد وهو الأستاذ بعلم المسكوكات أو العملات يعني وهو باحث بشكل كبير في الموضوع ده هنتكلم معاه عن تاريخ العملات طبعا الخاصة بنا يعني بشكل مفصل إن شاء الله حلوة قوي دي ممكن من ضمن الفقرات المهمة وزي ما فعلا فاروق كان بيقول إن حاجات العملات دي برضو بتكون بقى مهمة جدا أنت تعرف بقى تاريخ الحضارة بتاعك وتشوف كمان الرسونات اللي عليها نتكلم بالتفصيل لما نوصل لمعاد فقراتنا إن شاء الله من ضمن برضو الفقرات اللي معنا هي حاجة بقى مبهجة شوية زي ما إحنا عارفين إن إحنا دايما بنقول إيه على كل بلد في العالم البلد الفلانية البلد الفلانية إلا اليابان دايما بيطلق عليها كده كوكب اليابان لازم دايما يكون لهم بصمة مختلفة لازم يكون لهم طريقة مختلفة كده إن هم يعملوا بيها حاجات كتير مختلفة طيب من ضمنهم إن هم بعد الكورونا لقوا إن لبس الكمامات موجود بشكل كبير والناس تعودت عليها لدرجة إن الناس بقت من تحت الكمامات ما بتديش أي أجشنات ولما دايما وصلنا لمرحلة إن على عنا خلاص الكمامات وبدأ إن يكون فيه أمان بصفة كبيرة جدا في العالم كله لون الناس لأجشناتها أو تعبيرات وشها بمعنى أصح ما بقيتش ظهرة خصوصا الابتسامة فقرروا يعملوا إيه؟ قرروا إن هم يدربوا الناس على الابتسامة هل أنتوا شايفين إن الضحك أو الابتسامة ده مستدعي تدمرين؟ ولا دي بتبقى حاجة فطرة في البنيادم؟ لما نيجي بقى لمعاد الفقرة نتكلم معاكم بالتفاصيل أكتر ونعرف رأيكم معنا تابعونا إن شاء الله إن شاء الله بيعجبني دايما الواحد يقولك يا عم فك التكشيرة اللي على واشك دي الدنيا مش مستهلة يا عم الابتسامة حتى صدقة يا شيخ الدنيا أسهل من كده يعني إن شاء الله دايما أنا بحس إن إحنا إيه ساعات بنصعبها على نفسنا صح يعني حتى لو هي صعبة في بعض الأمور ما تكلك عاش بقى روّق كده والدنيا إن شاء الله خير وتفقاله بالخير دايما تجدوه طيب بصوا بقى يعني إيه برضو عجبني إن إحنا النهاردة مركزين جدا في حيثة إيه إن إحنا بنحاول نعمل يعني توعية بشكل كبير وبرضو بنفكر نفسنا إحنا الكبار برضو يا جماعة يعني في بعض الحاجات ممكن نتعلمها لسه طول ما إحنا عايشين بنتعلم وبنتكعبل في حاجات جديدة ده مهم جدا وبرغم إن إحنا في حدث كبير جدا طفرة حديثة تكنولوجية ما أي حد دلوقتي لو بالموبايل ولا قاعد مش عارف إيه تيكي تيكي يلا جوجل هوبا يطلع كل التفاصيل وعندك مليون أبليكيشنز وعندك مليون مش عارف ويب كل حاجة موجودة متاحة بس التعليم دايما اللي هو اللي عن قرب اللي هو اللي فيه المواجهة المباشرة بحيث دايما ده بيكون أفضل ده بيكون أحسن ده بيكون أوقع ودايما بيسبت لك بعض المعلومات وبعض الحاجات في دماغك اللي مش بتنساها طول عمرك من ضمنها مثلا إيه من ضمنها إن إحنا عندنا فيه أماكن خاصة بينا وخاصة برضو الجزء الخاص بقى بالفاطميين وعندنا الجزء الخاص بقى ناحية بقى بهدوء كده ناحية الحسين وناحية الأماكن بتاعتنا الجميلة وكل الأماكن الخاصة شوية يعني بالتاريخ وكمان بالشوارع الجميلة اللي هي ممكن المعز وخلافه برضو من المناطق دي في شاب جميل اسمه مصطفى كامل وهو عامل فكرة اسمها الطواف هو بيحاول يعلم الأجيال الصغيرة ويديهم بعض المعلومات الهامة جدا ويوعيهم وده مهم جدا يعني ما بنصدق نمسك في حد يعني يحاول يعمل شيء مفيد دلوقتي وبالأخص للأجيال الحالية وعمل مبادرة جميلة جدا لشيكو اسمها إيه بقى؟ يلا بينا على الوارشة يلا بينا ايه على الوارشة بالضبط فاروق يمكن فعلا كلامك يعني احنا بنتكلم ان مصطفى كان دائما لو انت بتنزل شرع المعز أو بتتردد على الأماكن كده نقدر نقول اللي هي الاثرية زي شرع المعز بتلاقي دائما ان هم ملموحة حواليه أطفال كتير لسن مثلا 15 سنة وما شبه ذلك وبتلاقي ان هم دائما بيحاول ان هو يعرفهم حاجات كتير وكمان بيساهم في الموضوع ده بصفة كبيرة جدا خلينا نعرف كده بقى من مصطفى نفسه كده تفاصيل الموضوع ده كده بشكل أكبر نرحب به مع حضركم معنا على التليفون يا مصطفى ازايك؟ اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يعني يا مصطفى اولا بنحقيك طبعا على المبادرة الجميلة دي وخلينا بقى نخش معاك كده على طول في الموضوع ونفهم منك تفاصيل الفكرة أو المشروع اللي انت بتنفذه على أرض الواقع تمام طبعا مبادرة يلا على الورشة هي مبادرة يلا على الورشة بش مبادرة يلا بينا على الورشة اول حاجة هي مبادرة يلا على الورشة هي مبادرة مجتمعية طبعا انا اطلقتها في سنة 2017 دي كانت معنية بتوصيق الحرف التقليدية في القاهرة التاريخية كلها عموما الدرب الأحمر والجمالية وعبدين والسادة زين كل الأماكن التراسية اللي الواحد تشبع منذ نعومة أغافره منها يعني انا اصلا من سوق السلاح اصلا في منطقة الضرب الأحمر فمن ونصغير تشبعت بالفنون البصرية ديت الفقافة البصرية ديت قصرت علي من خلال طبعا الاثار والعمائر الاسلامية الموجودة حوالي فبدأت ان انا بشوف هذه الفنون مين اللي عملها مين اللي شكل الكلام ده مين اللي اشتغل في هذه العمال الاسلامية وخليها بالمنظر دوت فطبعا طول عمري يعني منطقة الضرب الأحمر فيها كثير من الحرفيين فطبعا انا تعلمت منهم لغة الحرفة نفسية اللغة بتاعة الكلام فبدأت ان انا انزل اوصق هذه الحرفة التقليدية لربط تاريخ المصري القديم باللي موجود دلوقتي بنشوف الممارسة بتاعة الحرفة دي انتقلت ازاي يعني مثلا عندنا مكبرة شهيرة جدا في العصور اسمها مكبرة ريخ مراع ريخ مراع ده كان وزير تحطمس الثالث دوت كان المشرف على الحرفيين فطبعا بشوف ان هذه الممارسات انتقلت ازاي عبر العصور وكنت بنزل لغاية دلوقتي طبعا بنزل بوصق هذه الحرف زي الخيامية والاشغال المعادن والنحاس والنجارة والسبح والطربيش والخراطة العربي والقيمة والزجاج والسرمة وتشكيل العظم والفقار وغيرها وغيرها من الفنون الجميلة طائفنا وببدأ اعمل مشاركة مجتمعية عبر السوشيال ميديا باللي انا امشر ثقافة الحرف القراثية عبر السوشيال ميديا وتحت المادة الفلكورية دي لكل العالم علشان يقدر يشوف اللي احنا عندنا فنون مصرية ويمينه تأصيل من الحضارة المصرية القديمة بغاية الوقت والكلام ده انا كنت بعمله عن علم يعني انا اصلا اصار مصر خديمه وحاليا انا في مرحلة الماجستير في معهد الفنون الشعبية في اكاديمية الفنون فكنت بجرب الشباب في المبادرة على التذوق الفني للحرفة يعني قبل ما يشتغل في حرفة لازم يبقى متذوق فني للحرفة نفسية يبقى فاهم يعني ايه الحرفة دي شكلها عمل ازاي هل هيقدر يكمل فيها ولا لا ويبقى عنده وعي حرفي بالحرفة نفسيه وبتاريخ الحرفيين وعرض سيارة يعني يا استاذ مصطفى ادينا مثال مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعرفها منك دلوقتي على الهواء زي ايه مثلا يعني عندنا طبعا احنا الحمد لله عندنا الحاجات اليدوية بتاعتنا طول عمرنا احنا متميزين يعني بيها بشكل عظيم جدا ومن ضمنها برضو كمان السجاد والمنسجاد وخلافه طبعا وكل دي حاجات احنا دقتنبارك تحت النسجيات كلها لكن المعلومة اللي احنا ممكن ناخدها منك دلوقتي على الهواء برضو ونكمل بقيت كلامنا يعني زي ايه مثلا من ضمنها الحاجات اليدوية المميزة جدا اللي برضو بتشرحها للأطفال عندنا طبعا أشغال المعادن أشغال المعادن اللي بتنزل منها الأساليب ده الأساليب الزخرفية زي أسلوب النقش على النحاس و أسلوب التكفيت يعني أسلوب النقش على النحاس ده موجود ممتد من الحضارة المصرية القديمة للجيروك رومان للعاصر الإبتي للعاصر الإسلامي وده موجود في اللقاء الأسارية سواء في المطحف المصري او المطحف القبطي او المطحف الاسلامي كل هذه المتاحث مليئة باللوقة الاسرية الجميلة جدا انه قدر الفنان المصري يطلب بصمته من خلال المواضيع التعبيرية اللي بينزلها على هذه المواد الخام واصبحت خالدة يعني قدر الفنان يخلد ذكره ويخلد عمله الفني من خلال هذه اللوقة الاسرية وهذه اللوقة الاسرية مين بعد كده يعني المهارات بقى المستخدمة بقى سواء بقى الادوات المستخدمة او الحرفي ذات نفسه تعلم ازاي الحرفة يعني تعلمها من مين وبيبقى المنظر شكله عامل ازاي وكده بعد كده بنتعرف طبعا في المبادرة ذات نفسية على تاريخ الحرفة والحرفيين وكمان بعمل معارض خاصة بكل حرفة تبقى داخل الورشة نفسية اثناء الرحلات الميدانية اللي بعملها للشباب والاطفال لاحظت حاجة جميلة جدا لقيت الاطفال بينصهر اكتر مع شيخ الحرفة يعني ما جيب مجموعة من الاطفال بلايهم مهتمين جامد جدا بالحرفة وعايزين يعرفوا ايه الفني دوت وايه هم عايزين يعرفوا كل التفاصيل الاطفال دون عايزين اجي بس حاجة تشدوهم حلوة دي عملت نشارت تسع قصص عن تبسيط الحرفة التقليدية في مجلة نور للطفل تبع العصر الشريف تسع قصص متتالية عن الخيامية وعن النحاس وعن السجاد وعن الخراطة وعن الزجاج كل الكلام دوت عملتوا بعد كده مع الحكايات دي طورتانا بعد كده بقى مع أصور الثقافة ومع عصر خديجة اللي موجود في حلوان فبدأت اللي أنا أعمل الحكايات دي الداخل للأصور عبارة عن اللي أنا بعرف الأطفال بالتاريخ المصري القديم والفنون المتعلقة به واللي موجود في المتاحف والمناطق الأسرية اللي حوالينا واللوقة الأسرية دي والتأثير والتأثير ما بينها ومقارنتها باللي موجود دلوقتي من فنون على أرض الواقع يعني بجيب الأول الأطفال بيجيبوا يحضروا معايا المحاضرة ببدأ اللي أنا أعرفهم بالفن ده عبارة عن إيه وكان شكله إيه أيام الحضارة المصرية القديمة إزاي المصر القديم قدر اللي هو يبدأ في هذا الفن وإحنا تناقلناه عبر الأصور وفد الوظل لغاية عصرنا الحالي عن طريق بشكله الحالي بعد الوقت وبعد كده ما بيتمنى بقى عرض الكامل عرض التقديمي الكامل لهذه الحرفة بيتمنى عقد ورشة تدريبية بعد المحاضرة مباشرة ولو ما فيش ورشة تدريبية تتعمل للحرفة بعمل أنا بقى إيه بعمل فيلم تسجيلي عن الحرفة لأن أنا عندي أكبر أرشيف مرقي في مصر والوطن العربي عن الحرف التقليدية يعني أنا بقالي بجمع بالزبط من 2015 لكن المبادرة من 2017 أنا عندي الشغل اللي أنا جمعته من الشارع ده يسمى بقى الجامع الميداني والتوسيق للحرفة وتاريخ الحرفي ذات نفسه ورث الحرفة دي ازاي الأبعاد التاريخية للحرفة الأبعاد المكانية كمان للمكان بيؤثر على الحرف طبعا طبعا لو موجود مثلا في منطقة أسرية مثلا في الدرب الأحمر بيتأثر بالعمل الإسلامية اللي حواليه الزخرف النباتية والزخرف الهندسية والنقوش الكتابية كل الكلام دي اللي موجود على هذه العمائر بيتم انزاله على المادة الخامة سواء بقى نشيج سواء نحاس سواء برونز سواء النجارة كمان النجارة العربي سواء بقى المنابر والشغل الخارط الجميل دوت كمان القيمة القيمة العربي والبلود طبعا والكمين والحصير والبرد طبعا اللي عندنا أشغل أستاذ مصطفى برضو أنا عايز أعرف عايز أعرف من حضرتك برضو حاجة يعني الدلاتي برضو شد سنة المشاهدين برضو يكونوا عارفين ايه السن ايه أكتر سن للأطفال مهتم أكتر ان هو يعرف الحرف ويه هي أصلا أكتر الحرف كمان ان الأطفال تحس ان هم عايزين الحرفة دي بالأخص طبعا بيتفرق السن طبعا من فترة لفترة بس الفترة لما الأطفال من سن بيبدأ من سن عشر سنين كده مزبوط يبدأ يدرك بقى اللي فيه حاجة اسمها ثقافة بصرية الرسمة اللي موجودة على على الجزاز دي شكلها عمل إزاي مزبوط اللي موجودة الزخرافة النباتية اللي موجودة على حتة المشهولة بتاعت النجارة دي أو حتة القيمة دي شكلها عامل إزاي يبدأ بيبقى عنده إدراط بصري بيفهم الموضوع ماش إزاي لكن الصغير بيبقى جاي عايز يشوف ده إيه إيه الفن ده وبيعلق يعني بيعلق ذهنه اللي دي المرحلة بتاعت الناشئ دي دي أهم مرحلة كبيرة جدا بتؤثر بعد كده تسبيت المعلومة في طريقة التفكير بتاعه وكمان الفن ذات نفسه لما كون أنا مطلع إيه بيعشق الفن عمره ما يبص الحاجة ولد أبدا يعني طول ما هو بيقرأ عنده القراءة جزء من حياته وعنده الفن جزء من حياته عمره ما هيبقى عنده فكر منحرف أو أي حاجة من حاجات دي طبعا من أهم الحرث اللي طبعا الأطفال كانت مهتمية بها جدا أسلوب النقش على النحاس والتكفير اللي هو التطعيم النحاس بالفضل والتطعيم بالصادف والزجاج المعشق دا يعني كنت بحس الأطفال مهتمين جامد جدا بالحرف دي لكن زي ما أنا قلت لحضراتكم دي بتختلف من طفل لطفل يعني فيه طفل مثلا يحب الزجاج المعشق بالجس حسب ميول كل طفل طبعا حسب ميوله يعني مثلا هي دي بقى فكرة ايه التزوق الفني يبقى أنا عندي زائحة فنية اللي أنا أقدر أطلع الطفل مهتم جدا بتاريخه مهتم جدا بزاعته الحضرية مهتم جدا بالفن دوت مهتم بالموهبة بتاعته لأن الموهبة بتاعته دي لو هو مثلا خطه حلو بيبقى خطاط لو بيرسم كويس هيعرف يرسم زخارف نباتية زخارف هندسية يبقى مبدأ هيبقى فنان هيبقى فيه عنده منطقة الإبداع يعني موجودة جواه مبدأ لكن أستاذ مصطفى يعني برضو كده السؤال كده عن ماشي كده في السكة دلوقتي عايز أعرف منك بما أن حركة متخصص جدا في المنطقة دي قولي لما دلوقتي التكنولوجيا الحديثة دخلت في عالم الصناعة وخلافه طبعا منطفرة كبيرة اللي احنا فيها دلوقتي شايف أن فيه بعض المهن اللي موجودة اللي هي في تاريخنا وليه بتعبر عننا منها اللي بيعاني بشكل ما وهل منها كمان اللي انضثر ولا الحمد لله لسه احنا كل المهن بتاعتنا الحرفية زي ما هي واللي كمان المطلوب مننا يعني عشان خاطر بقى فيه دعم أكتر لها وطبعا ده سؤال جميل جدا هي فكرة الاندصار دي هي مفيش حرفة بتنبسر تمام الحمد لله هي بتنحسر لان كتير جدا انا قلت كلمتي كذا مرة في الموضوع ده قبل كده وطرحته اللي مفيش حاجة اسمها فكرة الاندصار دي دي مش موجودة هل الفخار اندثر هل ان حاسم دثر هل ان بقى اندثر المادة الخامة موجودة ولكن الادوات تتغير بتغير المكان والزمان على حسب انا بتكلم على الحرفي هو اليد العاملة اللي هي اللي تتغفل في ديها في حرير ودهب دي اه لكن الحرف موجودة على فكرة انا نستعد اندر بيكم جولة وتشوفوا الحرف دي موجودة ولا اندصرت على عرض الواقع احنا بنعرف برضو محددك هل مثلا التكنولوجيا اثرت على مثلا نقول انتشار الحرف دي بصورة كبيرة ولا شايف المدارح فين هي اثرت على بعض اثرت على بعض الحرف بس برضو بش التأثير اللي هو الكبير تمام يعني بش تأثير كبير قوي يعني مثلا في المكانة اللي هي بتاعت السي اني سي دي بتعمل شغل اسلوب الارابسكو والكلام دا والخيراطة بداية ما انا مثلا اعمل على المخراطة مثلا اللي هي العادية لا اذا انا عندي مخراطة دلوقتي كمبيوتر بتطلع على طول الحاجات دقيقة بس الروح تفتقد للروح والحتى كمان الزائقة سواء بقى المجتمعية او حتى كمان السائحين جايين من برا بيعرفوها بيعرفوا شو لان الحاجة الحاجة المعمولة بالايد بتبقى فيها روح الفنان المصري واخلى اداعه ثقافته واخلى دايما يا سيد مصطفى اه ثقافته الشعبية بتبانى على فكرة لان الفنان بيدي هيبة للمنتج الثقافي بتاعه يعني بيدي هيبة للمنتج الثقافي بتاعه اما بخصوص الموضوع هو بتاع المنتجات بقى نفسيها محتاجة تسويق كتعة الجرح هنا يا سيد مصطفى يعني هو الموضوع لان احنا بنشوف برضو لا لحظة واحدة بقى ما احنا بنشوف يا سيد مصطفى عندنا في بعض المواقع العالمية مثلا بينزل بعض الحاجات الخاصة بينا اللي هي المصرية بتاعتنا واللي عليها شغل حل وتليها بيباع بأرقام غريبة وديجي في مصر هنا تليها ممكن سراء يعني عادي اللي هو رمز الجميع يعني يا أصد اكيد ايه الفكرة هنا ما هو الفكرة اللي هنا يعني احنا دلوقتي عايزين نمتلك شبك يعني مكان يكون مسؤول عن التسويق للمنتج الحرفي بس يعني متخصص بس في التسويق فقط ياخد من الحرفين اللي موجودين في الحواري يعني انا اعرف ناس محدش يعرفهم خالص يعني ولا بينزلوا معارض ولا بينزلوا حاجة عشان كده انا عملت المبادرة جوه جوه الورشة ذات نفسية انا قلت يلا على الورشة ليه بتبقى جوه الورشة لان فيه بيش قادر يخش يشترك في معرب حتى كمان لو معرض مجاني ممكن ما يبيعش انا بعمل المعرض ده جوه الورشة نفسية علشان يبيعام بخصوص المنتجات اللي بتوباع برا ما ده برضو احنا عايزين نبقى عندنا معساسة خاصة بالتسويق التسويق بقى سواء التسويق على مستوى العالم باش على مستوى مصر او الوطن العربي وطبعا الاجانب كلهم عارفين الشغل المصري شكله عامل ازاي وعارفين اللي ده كل هزين فنون هي سفير لمصر يعني كل دوت ده سفير الفن ده سفير لمصر لينا في الخارج يعني بيعبر عن ثقافتنا الشعبية بيعبر عن ذاتنا الحضارية بيعبر عن الحضارة المصرية القديمة تمام فاحنا محتاجين محتاجين مؤسسة كبيرة ضخمة تدعم هؤلاء الحرفين الموجودين داخل ورشهم داخل الحواري والدروب بان في ناس بالظهرة في ناس فعلا الحمد لله الواحد يعني يقدر في الفترة اللي فاتت دي يعرف بيهم يعني يقدر يعرف الناس بيهم على السوشيال ميديا وقهوات بتنزل تسجل وكده لكن برضو في حرفين تانيين ما بيقدروش يشاركوا في المعارض المعارض الكبيرة زي معارض تراصنا ومعارض ديارنا وكل المعارض الجميلة دي بس في ناس فعلا ما بتقدرش تشترك في ناس ما بتعرفش اه او بش عارف عصلا اللي فيه حاجة زي كده فاحنا لازم ننزل للناس دي انا عندي برضو اكبر قاعدة بيانات للحرفين على المستوى مصر بفضل الله يعني عندي اقدر اللي انا ادل كل ادل الدولة على الحرفين الموجودين جوه الحواري وجوه الدروب بيقدروا يشوفوا الناس دي صح بيقدروا يشوفوا الناس دي ويعرفوا المنتج بتاحهم ده شكله عامل ازاي ويقدروا اللي هو يقوموا بالتسويق بقى فوات تسويق الالكتروني او التسويق اللي برة يعني المعارض الخارجية الكبيرة اللي بتتعامل في المتاحف احنا برضو موجود يعني موجودين حرفيين على اعلى مستوى بالزبط والله استاذ مصطفى يعني مبادرة حضرتك مبادرة جميلة جدا ونتمنى دايما ان نستمرارها وان هي نشوفها بتحقق نجاحات على ارض الواقع بصورة يعني اكبر شكرا حضرتك استاذ مصطفى كامل صاحب مبادرة يلا على الورشة والله فاروق انا شايف الموضوع فعلا حلو حلو فكرة ان هو برضو راح للفني في مكانه في وجوده واكيد روح المكان والصناعة انك تبقى واقف لو هتشتري حاجة او هتتفرج على حاجة تبقى شايف المكان اللي بتتصنع فيه ودي بتفرق ومن جهة اخرى برضو شايف ان هي هتتفرق كتير جدا في السياحة خصوصا فيه زي ما هو قال فيه سياح ببو جايين عايزين الحاجة الهاند ميد اللي عجبني اكتر اول حاجة طبعا استاذ مصطفى اسمه لاي على المبادرة ولاي على المشروع استاذ مصطفى كامل حلو وحاجة خاصة كده بينا وبتاريخنا وحاجة جميلة يعني الجزئية دي مهمة جدا يا شريف لان لان احنا فعلا الاجانب بيجوا من برا مصر هنا الحمد لله يعني عايزوا لكم ان بعض الاماكن السياحية دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله يعني الله ما لا حسد مليان على اخير اجانب ومسياح يعني طيب ايه المطلوب مننا المطلوب مننا دايما ان احنا نصدر ده بشكل واضح جدا ليهم بشكل بدون بلغة وكمان بدون احنا ممكن نزود في الاسعار وخلافه الحاجات كلها لما يكون عليها يعني بالاخص في المنطقة دي الرقابة الكبيرة اكتر دايما الواحد بيحس ان هو هيجي مصر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وده مهمة قوي رقم اتنين بالنسبة لي انا شايف فعلا هقوم من كلام قصة مصطفى ان احنا الدعاية وان احنا ازاي نسوق لمنتجاتنا المصرية والخاصة بينا والحرفية ده مهم قوي مهم جدا انا من شوية لما قلت له على سؤال التكنولوجيا والاجهزة والكلام ده انا عارف ان الحمد لله الرد هيكون منه عامل ازاي ان هو انا عارف ان عندنا المهن ان شاء الله مش هتندثر لنا دي تاريخنا مش هتروح يعني بس هي الفكرة ان كل ما ما نحس كده انه ممكن المنطقة دي شوية تهدأ احنا دورنا ودور كل واحد خاص بالمهنة دي وخاص بالمنطقة دي والسياحة والقصار ان احنا نزوق وندعم ونرجعها تاني للنور بشكل اكبر لما كانتها الحقيقية ده مظبوط خصوصا يا فاروق ازاي ما انت فعلا قلت ان اهم حاجة في كل المشاريع في العالم كله هي يا جماعة التسويق وازاي تعرف انك تسوق لحاجتك ان انت ممكن تكون عندك منتج جميل منتج فعلا بيدل على الحضارة المصرية والتراث المصري وفي الاول وفي الاخر انت مهمل في حتة التسويق ومش شعيب انك تستعين بخبراء التسويق في حاجة زي دي وزي ما كان فعلا مصطفى كامل كان مصطفى كامل بيقول ان فعلا حتة التسويق دي لازم يكون فيه لجان مسؤولة عن التسويق خصوصا في الحاجات اللي بتدل على تراثنا المصري فنتمنى طبعا النجاح ونشوف دايما الحاجات دي على أرض الواقع بصورة أكبر وأكبر كده خلصت فقرتنا الأولى معاكو وخلينا بقى نروح معاكو عن الفقرة التانية بتتكلم بقى عن ايه بقى الفقرة التانية بتتكلم عن الابتسامة الابتسامة يا فاروق الابتسامة 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 يا جماعة يضحكوا انتم ماشيين الموضوع دا كله جاي من اليابان ان هم كده عاملين فكرة ودراسة وبيمرنوا الناس على ان هم يبتسموا من خلال ان هم يكون معاهم مرايا ماشيين بيها وان هم كل شوية مرنوا من انت تطلع المرايا دي بص على نفسك وانت ماشي انت بتضحك ولا لا والموضوع دا جي من ايه ممكن حد يقولك ايه عامل ايه انتوا بتتكلموا فيه دا بس اريد اقولك برضو الموضوع دا جي من ايه وهما ليه فكروا في حتة زي دي لان اليابان من اوائل الناس ومن اواخر الناس من اوائل الناس اللي التزموا بارتداء الكمامة ومن اواخر الناس ان هم اصلا استغنوا عن الكمامة واستمرت معاهم ثلاث سنين على وجوههم ويمكن دي فترة كبيرة خلت الناس من كتر ما هي احنا عارفين ان هي بلد صناعية وبلد تكنولوجية من التراز الاول فتقريبا معظم الشعب بيعمل وبينزل بصفة دورية يومية فالموضوع دا خليهم ان هم خلاص مكتب عارفين ان وشهم متغطي استغنوا عن الابتسامة بقى مجرد بس ايه تعبير اه صوتي فهو دا اللي خليهم ان بعد كده بعد ازالة الكمامة بدأوا يحسوا ان فعلا لا في مشكلة ان الناس بقت ماشية كله بوكر فيس كله قافل وشه يعني لا منه بيتحك ولا منه مكشر هو ما فيش اي رد فعل وحد ماشي بالمرأة كده كل شوية بص فيها ويتحك كده وقالك دا مجنون يا عام عارف انت الجامل اه بالزبط ما دي بقى مشكلة ان احنا اه ايه دي مصيبة السودة عارف اللي هو ايه ان احنا ممكن نعمل حاجة يعني تكون مفيدة لنا وفعلا يعني تزبط لنا يعني الى حد ما مدنا شوية تهون عليك بعض الحاجات شوية عادي جدا يعني العبوش اللي هو عمي كله اللي هو يا جماعة والله لا كده تتحل ولا كده تتحل من الاخر يعني ان انت لما تعملي كده بقى الموضوع دي مونا ما لهاش علاقة لكن ليه علاقة بشخصيتك وبطبعك وروحك الداخلية بتبان على وشك بتبان على اه على كل حاجة في ملامحك انك حتى بهدوء كده هتلاقي الناس بتحب تتكلم معاك تاخد رؤيك في حاجة اه تناقشك في الموضوع لكن في بعض الاشخاص كده انت خاص من عنك بتدي لي وشك كده مش عارف عمل ازاي انا صح انا خلاص اخد دي لي وثنيني وفاهم انت وخلاص يعني زي بقوله يعني فالفكرة ان هما لما تكلموا على بعض التفاصيل الخاصة بمنطقة الابتسامة والضحك هما مغلطوش وعلى فكرة احنا طول عمرنا بنتكلم على المنطقة دي ان الدحك زي بقوله كده ايه يعني مجازا ان هو بيطول العمر ومش عارف ايه وبيخلي دايما روحك شباب وفعلا الحاجات دي لما تيجي تفكر فيها كليها حقيقية فمحدش استغرب ان ممكن بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن تعملها لتأسرع نفسيتك وعلى مودك حتى لو لو بالابتسامة فيه ناس يقولك ايه انا احب قوي اول مصحة مثلا الصبح كده ولا في مكان ولا حاجة اللي بيبتسم ده احس ان اليوم حلو جميل والدنيا حقيق فهم بحس كده ايه تفاعل كده وفيه البعض يقولك اول ما اشوف حاجة زي كده بحس ايه مش ببسط بحس متشائم او مش عارف ايه او حد بيبتسم واندامه اه يعني فهم اه اه ايه المشكلة اه يعني انت حس ان انت الدنيا ممكن معاك انت مزنقة ومعنا احنا كمان برضو معنا في بعض الحاجات مزنقة وانت مش عارف عندك الدنيا ممكن تبقى وردي وإحنا عندنا مش وردي وخلافه والعقص صحيح بس مش معاك لازم بكل حاجة في حياتي اروح قلبها على حوالي اه وده مش صح او مطلحة او مطلحة على وش يا باب ماشي بيها مصدرها لكل الناس اه حوالي ويمكن برضو يا فاروق عارف اللي هو احنا احنا ده اتعلمنا في مهنتنا ودرسناها جماعة في الجماعات وكل حاجة في واحد يقولك اه تضحك دحكة فيك تبا مبتسم للناس او مبتسم للكاميرا لا احيانا ممكن تكون الابتسامة باين ان هي اه ابتسامة اللي هو العمل لان انا بجاري الامور وبحاول اتغاضع عن حاجات كتير لكن هي برضو بتكون مهمة لان حضرتك ملكش زنب انك تبقى قاعد مثلا بتتفرج علي انا قاعد عامل كده ملكش زنب هو حضرتك اصلا ممكن تكون هربان من حاجات كتير مخليك قافل وشك عشان اكون انا سبب في يوم اه ليك انك تبتسم او انك تلاقي حل لمشكلتك فدي حاجة احنا اتعلمناها فقدت لايما ممكن اسمع انتقاد او تعالى هو انت وزا بتتمرنوا على الابتسامة والناس كانوا يقول لك عامل دي ابتسامة فيك اترهم عمرهم هتبقى فيك بس بتبان على فكرة يعني بتبان بالضبط اه الابتسامة الفيك دي بتبان وبتبان انها مش من القلب من اخر دي النهاردة فعلا بتبقى عارفة مين فيك ومين مش فيك يا حبيبي واسحب مين حي ومين مش حي اتفرجوا عنا دلوقتي وفي حاجة بتعدى عليكم بسهولة ايوة ده مش سهلين مش سهلين عارف بالله اه طبعا ما بقاش الحمد لله والله العظيم يا جماعة ما بقاش في حد مش زاكي بحس ان الحياة بقت في حياتنا كده والتكنولوجيا والذن والناس بقت بقتفهمة ووعية وعندها التفاصيل ودايما بحس ايه ان محبش جوا التنظير من الاخر ده عارف انت ايه اللي هو انا بس الوحيد اللي فاهم ده عندنا صحابنا وكل الناس اللي بيشوفونا يعلمونا ده ده حقي قصد ان هي في الاخر احنا بيديكم بعض المفاتيح بعض المفاتيح اللي ممكن بتهون علينا كلنا صح حياتنا وتخليها حلوة وجميلة مش كل حاجة نديها كده ايه يعني في وشنا بس وخلاص ان احنا الدنيا مش سودة اوي لا في حاجات كويسة وفي حاجات ممكن احنا بيننا وبن بعض حتى بيننا وبن علتنا نعملها ده يا شيخ ده اقولوكو لحاجة طيب ده في ناس والله العظيم يعني ولاد ممكن صغارين في البيت ولا مع امهم قاعدين اول ما ابوهم يخش يفتح باب الشقة تحس الدنيا بقت ايه كهربت كده والدنيا بقت في ايه لا هو ايه طيب ما فكرتش هما وصلوا يلي المرحلة دي مسلا معهم والعكس صحيح برضو في البعض ممكن يلاقوا ان من كتر الشدة وبعض الحاجات نفس الكلام فامهم لو يا ده لا بقت صعبة وتلاقي الدنيا اختلفت وكهربت في حاجات احنا اللي بنكون سبب فيها واحنا مش حاسين وفي حاجات لو عملناها بمنتهى البساطة وبمنتهى الحنية هتعدي وهتبقى كويسة كلام ده مش كلام كبير على قد ان هو الفعل النفس هيبقى كبير جدا مع الحواليك مع النطاق بتاعك مع اصحابك مع زميلك مع عائلتك وكله بيعدي الحلو بيعدي والوحش بيعدي من الاخر يعني هي الحياة دايرة كده تيكي 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 وبس وبنجبر هاي دي مصيبة نحن بنجبر بس بقى فاروق ما تقلبش علينا المواجع بما احنا بنجبر خلينا بقى ايه نقفل معاكو الفقرة دي وخليكو جماعة دايما مبتسمين وحاول وجهه كل حاجة بابتسامة ويعني بساعة ويعني كده ايه يعني بساعة صدر وان شاء الله كل الامور بتعدي خلينا بقى نطلع لفاصل ونرجع نتكلم معاكو كده عن تاريخ العملات المصرية نكمل معاكو بقى فقراتنا بعد الفاصل تبعون بصوا فيه علم كده اسمه علم المسكوكات علم العملات طبعا دلوقتي يعني ايه لو هقول العملات هقولك بس بص الدولار بي كان دلوقتي بص الجنيه عامل ازاي دلوقتي لا مش ده مش بكلم على كده بس بتكلم على تاريخنا بتكلم على حضراتنا بتاعتنا حضراتنا في كل الأوقات وكمان ده شيء مهم جدا وعلى فكرة يعني عايز اقولكو ان فيه بعض العملات القديمة لو متواجدة دلوقتي بتتبعها بأرقام محترمة يعني طيب الاساس بتاعها ايه يعني احنا كان زمان بنستخدم ايه الجنيه ولا كان قابليها لها مسميات اخرى واحنا عارفينها ولا وقفنا لحد الـ 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 مليم ولا كان فيه قابليها كمان حاجات تانية طبعا هي كلها حاجات مرتبطة بأزمنة مختلفة وكمان مهم جدا برضو تعرف ولادك وتعرفها جماعة اللي حواليكم احنا الحاجات دي كانت موجودة ليه وقتها لما بيترسم حاجة على العملة دي بترمز لايه بنشوفها مثلا في بعض الناس بعض الملوك بعض الرؤساء بعض الحاجات في الوقت الحالي حتى بنشوفها موجودة على العملات واحنا مش هارفين ممكن ده بيرجع لايه هل زمان برضو كان فيه كلام ده النهاردة بقى جابلكوا ايه من الاخر كده حد بصوا بقى ايه من المطبخ هو اللي عارف الليلة دي كلها من أولا لأخرها وكمان برضو معنا بعض الصور ان شاء الله هنتبسل جدا بالفقرة مع بعض يعني من المهندس محمد عبد الحميد وهو الباحث في تاريخ المسكوكات وعضو الجمعية الأمريكية للنقود يا هندسة منوارنا الله يخليك تسلم الله يبركنا انا بيك باش مهندس طبعا ننورنا وموضوع الفقرة وموضوع الحلقة زي ما فاروق كده كان بيقدم هو موضوع جميل وعظيم وانه ده نحن كلنا عندنا فضول نعرف بقى ايه موضوع السحتوت والمليم وعلم المسكوكات بصفة عامة بص زي ما قالك كده قبل المايك معاك عيش مبدعيا انا عوز احيي حضراتكم وان شاء الله تبقى فقرة جميلة ونجزة مبدعيا علم المسكوكات هو العلم اللي بيهتم بدراسة المسكوكات وتحللها ووصفها وتصطفها بهدف بقى اللي احنا نطلع بمعلومات كتيرة جدا ممكن تفيدنا في التاريخ بشكل عام في بقى كمان استخراج المسكوكات نفسها ده مهمة الاسهريين هم بقى اللي بيستخرجوها ويستخرجوا طبعا معاها بقى بقى بقية الأنواع المختلفة من الأسهار بيجي بعدها دور المرممين يشوفوا هل المسكوكات محتاجة ترميم هل محتاجة بعض التنظيف وثم بعد ذلك بقى دور أولماء المسكوكات المسكوكات بتقدر تدين معلومات كتيرة جدا عن فترات زمنية مختلفة ونقدر نقول انها أقرب لوصائق تاريخية يعني المسكوكات بتدين معلومات مثلا عن الأوضاع السياسية الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الدينية وأشياء كثيرة جدا حتى ممكن توصل لمرحلة ممكن تدينينا فكرة عن مثلا تطور العلم تطور الصناعة في الفترات الزمنية دي بالنقود آه مع هو بالنقود بتصرف دي راحة جاية دي النقود دي تصنع لا بتقعدش في جبنة دي هي ما بتقعدش بس الزمان كان بتقعد هي ما بتخشش هي بتعادل هي بتبني رايحة طريقة هي رايحة طريقة هي عارفة طريقة رايحة فيه وكانت معظم الشغل يدوي فعن طريقة اللي احنا نعرف التقنيات الصناعة القديمة نقدر نعرف تطورها عبر الزمن فهل في الفترات كان مثلا العملية بسيطة خالص وبدائية بعد كده تطورت شوية بعد كده تطورت شوية وهكذا فهي مش بس بتدينا معلومات عن جوانب معينة من الطريق لا هي تشمل حالات كتيرة جدا ومن ضمنها برضو الفنون يعني العملات عليها دايما رسوم ونقوش بتورينا بقى ثقافة كل عصر والموضوع بالنسبة لمصر متنوع جدا لان على مر التاريخ احنا عدينا بثقافات متنوعة كتيرة جدا 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 فلذلك هي سجل تاريخي وصيقة تاريخية محتاجة من الباحثين والدارسين ان هم يشوفوها ويفسروها ويقولوا لنا كل تفصيلة صغيرة عنها طيب ايه بقى السحتوت والمليم والمسميات الكتيرة المسميات دي فاغلبها هي مسميات شعبية يعني لها اسم رسمي يعني السحتوت مثلا هو الاسم الرسمي بتاعه عشر القرش ولكن المصريين كالعادة يعني على مر التاريخ مش بس في العصر الحديث كانوا دايما بيسمى عملاتهم اسماء شعبية كده ايه تم تبقى رائجة في سورو المس قرش مثلا شلن شلن او العشر قرش بريزة اه حقيقة فكل المسميات دي في الغالب بتكون حاجات شعبية اه بس لها اصل تاريخي اللي هو ترجع للقرش يعني اه اه بالقرش هي الوحدة الاساسية هي القرش طيب بمبعفاته وكسوره حلو قوي قبل ما نخش في المنطقة دي ونعرف ترتيبها ايه بالزبط هل قبل العملات كان فيه تداول لبعض الحاجات الاخرى اه العملات في مصر وفي كل دول العالم اه مرت بمرحلتين مرحلة الاولانية اسمها مرحلة اشباه النقود في الفترة دي كان هنا في مصر الناس بتتعامل بوزنات معيارية اه من الدهب والمعادن الاخرى النفيسة اه كان فيه المصر القديم عنده وحدات وزن معروفة فمن ضمن اشهرها وحدة اسمها الدبن فهم كانوا بيحطوا قطع الدهب مثلا على الميزان ويوزنوها كام دبن زي ما حسنا احنا بنوزن الوقت بالكيلو وهم كانوا بيوزنوا بالوحدات بتاعتهم القطع دي غالبا كانت بتبقى على شكل اقراس او على هيئة حلقات دائرية وما كانش بيبقى عليها اي كلمات او نقوش هي كان الناس بتتعامل بيها على الوزن المرحلة التانية لها مرحلة معلش هنا الوزن كان دهب دهب اه دهب 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 يعني مجد الله وفضة فضة هو بالنسبة للفضة مصر بس مش مش كلب فضة خلافة دهب دهب اه بكيلو ايو اه بكيلو وزنوه كده يعني عشان يبدل مسلا يغيف عيش مش يخب بفيرة انا عايز اقولك على النقطة مثلا اه لو كلمنا عن الفضة مصر دائما فيها شح للفضة قليلا قوي اه لان ما عندناش مصادر طبيعية لي لكن الدهب لا كان عندنا مصادر طبيعية اه ومصر كانت غنية جدا بالدهب ناو عندنا المازال اه ومازال مازال لأ وكمان في الوسور القديمة كان فيه مناجم كتيرة اكتر كمان اللي عادتك الصغيرة وبعدين مصر كمان كان عندها حاجات اهم من الدهب اللي هي المحاصيل الزراعية وكانت بتتصدر للخارج ويقولنا دهب تاني كمان من بره ودهب وفضة وحاجات اشياء اخرى فلذلك كان الدهب تحديدا مع البرونز او النحاس كان بيتصنع منه بعض اشباه العملات على شكل اقراص وبتتعامل الناس بتتعامل بها بالواسط بعد كده انتقلنا بقى لمرحلة النقود هو قبلها كانتين مقيدة؟ المقيدة ده في الاول خالص بس انا اعوز اشير لنقطة المقيدة ما انتهتش يعني ايه؟ يعني الحد عصر قريب كنا بنسمع في الريف عندنا الريف المصري ان الناس كانت بتبدل مع بعضها مثلا انا معايا امح وفلاح تاني مثلا معايا كان محصول فبينبدله فالمقيدة ما انتهتش بظهور النقود هي استمرت جنبا الى جنب مع النقود ولكن في المناطق الريفية لكن اهل المدن كان لهم طبعا وضع اخر ومع انتعاش التجارة كان لازم يبقى فيه نقود مرحلة النقود في مصر القديمة ابتدت في اول ما ابتدت الحكومة تحتكر صناعة العملات ويبقى هي بس اللي بتصدر العملات مش هي حد معايا شوية ذهب يروح يتعامل بيهم لا الحكومة هي اللي بتصدر النقود وهي اللي بتحط عليه الرموز الخاصة بيها اسم الملك او صورته او شعار معين وبكده تبقى ابتدينى مرحلة عملة رسمية عملة رسمية الموضوع ده لغز في حد ذاته يعني اما اقدرش اقول لها بشكل قاطع امتى بدأت النقود في مصر ولكن احنا عندنا مؤشرات تاريخية على فترة الاسرة ستة عشرين اه نقدر نعرف فترة زمنية معينة اه اه يعني عندنا بعض المؤشرات ولكن فيه احتماليات احتمالية كبيرة جدا انه ممكن يكون قبل كده كمان لان المصري القديم احتك بحضارات تانية كتير حوالينا فكان فيه بعض الحضارات قريدي بدأوا يستخدموا النقود فكان من الطبيعي انها تتنقل لمصر بل فيه بعض الاراء كمان بتشير لقبل كده كمان يعني ممكن اه مثلا الدكتور سليم حسن في موصواته الشهيرة بيتكلم او ممكن تكون مصر هي بداية استخدام النقود كده في مصر ولكنها ما عندناش يعني ادلة قطعية على الامر ده لكن الادلة اللي تحت ايدينا فترة الاسرة ستة عشرين وفترة الاسرة تلاتين اه حلوة اه شماندس محمد احنا بصها هيكون معنا دلوقتي حالا ايوا الصورة دي نعرف برضو يعني اه تحليل حضرتك ايه على الصور دي دي الصورة القطع اللي هي اللي فوق ده السحطوت دي اول عملة خاص؟ لا مريبهش نقول اول عملة يعني دي اول عملة بسمية قصد؟ لا 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 الاف السنين كان فيه العملة دي تحديدا كانت في فترة الخضيء وتوفيق يعني نقدر عليها نقدر نقول اه لا كده مش بالترتيب لكن طالما جات الصورة نتكلم عليها طب معلش كان ايه اول عملة؟ اول حاجة بدأنا بيها في اول حاجة زي ما قلت حضراتك املة كانت من عصر الاسرة ستة عشرين ملك مصري اسمه نخاو الثاني وفيه بعده على طول عصر الأسرة 30 ده العصر اللي هو بتكلم المصر القديم صحة كده بعدها بقى فيه البطلامي ثم الروماني ثم البيزانتي ثم الإسلامي بأصور متنوعة يعني قبل يعني مثلا دي عملات فترة الإسلامية كده بعد الفتح الإسلامي مباشرة كان فيه بعض فئة الفلس اللي هو مصنوعة من النحاس والبرونس في الفترة دي الدولة الأموية كانت بتحتكر صناعة أو سك النقود الزهبية فما كانش فيه نقود زهبية في مصر بتتساق كان بتجيلنا من بره من دمشق ولكن كان فيه بقى فئة الفلس زي اللي حضاركم شايفينه أول واحد على الإيمين من فوق ده عليه بقى المأصورات الإسلامية الواضحة لا إله إلا الله وحده وعلى الوجه الآخر محمد رسول الله بعده بقى اللي جانبه على طول ده مكتوب عليه من ناحية الفستات ومن ناحية مصر ومكتوب عليه بقى اسم الخليفة هو كان آخر خلفاء بني أمية وبعده ده فيوم ده مضروف في الفيوم مكتوب عليه بفيوم في الفيوم؟ آه في الفيوم يعني اللي هم اللي فوق ولا اللي؟ اللي تحت بقى اللي تحت على الإيمين بالظبط اللي جانبه ده أتريب أتريب دي موجودة في بنا محافظة اليوبي وفي بقى حاجات تانية يعني مثلا برضو في أهناسيا أو إهناس دي برضو موجودة في بني سويف برضو دي فترة الفترة الأموية بس تحس الكلام طلع مضبوط يعني كل حاجات يعني طبعا كان فيه دقة في الصناعة دقة برضو بطيشة ووحداتك لو شفت كمان يعني حتى قبل الوصور دي بقى الاف السنين برضو كان فيه دقة في الصناعة يعني مثلا الصورة دي بتوضح لنا المصري قديم كان ازاي بيتعامل بوزنات الدهب هتلاقي فيه واحد واقف على الميزان وبيوزن وعلى الكفة هنلاقي حلاءات دهب وعلى ناحية التانية صنجة الميزان كانت على شكل حيواني يعني على شكل غزالة أو رأس طور اللي هو التقيلة أو الوزن اللي بتخطي ناحية تانية الوزن اللي بنشوف بقى هل الحلاءات الدي نفس الوزن فكانا جماعة بيحطو لكم الوزن الكيلو أو اتنين كيلو اللي هو الوزن ده الناحية وبيحطو لكم الكيس بتاعكم في ناحية فده كأنه التقيلة فهنا بقى بيورينا إزاي المصري القديم كان بيتعامل بالحلاءات الزهبية دي وفيه جنبه كاتب بيكتب بقى العدد عدد القطع قد ايه أو زانها قد ايه ويسجلها فده مشهد تقريبا متاخد من مقبرة في البر الغربي في القصر وبيورينا إزاي ده مشهد لجمع الضرائب يعني الحكومة كان بتجمع الضرائب بالشكل والكاتب ده موظف الحكومة بيقايد بقى الضرائب اللي وصلت ليه قد ايه دي بقى عملة النوب نفر دي فترة الأسرة الثلاثين العملة الزهبية اللي فوق دي عملة مشهورة جدا هنلاقي على وجه مرسوم عليه حصان والحصان ده رمز للقوة أو المنعة وعلى الظهر بقى فيه علامتين من الخط الهيروليفي بينطقوا مع بعض نوب نفر وتعني أن زهب جيد أو زهب خالص العملة دي طبعا ندرة جدا من أهم العملات في تاريخ مصر إزاي ما أقولك الأصلا اللي كان بيحفر الأوالب فنانين مش مجرد عامل أو حد كده أي كلام لا ده كان فنان نحات بيحط تصميم للعملة وبيعرضها على الملك عايف لو قلتك دي ما كان ليزر هتقول لي ده هاله واجب لا ده كل حاجة كده أنا بتكلم مع الفتراضة يا فعلا القالب كان بيصنع غالبا كلام على الجودة كلام على الجودة لذلك صناعة القوالب ما كانتش حاجة عادية كان لازم يبقى فنان ولازم يكون نحات وفاهم كواسي زي يتعامل مع المعادة دي بقى أول ظهور بقى في العصر الحديث لفئة الريال والبريزة والشلم وزي ما قلت هي مسميات شعبية للفئات النقدية دي اللي هي عشر قروش وقصدي عشرين قرش وعشر قروش وخمس قروش جانت فترة محمد علي وكل حاجة لها أصلي يعني الريال أصله متاخد من عملة أسبانية اسمها الريال كانت مشهورة أوكت زي الدولار مثلا في عصرنا فكان وزن الريال المصري قد الريال بتاع اسبانيا فعشان كده سموه الناس الشعبيين سموه الريال اللي كانوا عارفينه البريزة تسمت نسبة إلى باريس لأن في باريزة في وقت الخديو اسمعين يا راجل بجد الله باريزة هي باريس بجد الله العوام سموها باريزة نسبة لا أسمعين هو كل مسمى أنا لولتلك كمان ساحتوتها تلاقي فيه إن هو فيه سخرية كمان من الناس يعني الاسم متاخد من كلمة ساحت وساحت دي وحدة مساحة يعني عارفين إن الفدان بيتقسم لقراريت والقراريت لأسهم وفيه بقى أصغر كمان من السهم وحدة اسمها الساحت كانت واحدة صغيرة جدا فهو عشان كانت عملة صغيرة فالمصريين سموها ساحتوت يعني لها حاليا صغيرة دل لعنها برضو حتى لا لازم المصريين يعني على مر التاريخ كانوا دايما بيحبوا يختاروا أسماء كده مميزة طب والصورة دي هنا اللي فوق ده أول قرش في مصر ده كان في فترة علي بيك الكبير أول قرش في مصر ده إرش واحد بالنوم آه ده إرش واحد بالظبط الله عليك وبعد فترة محمد علي بيك الكبير حاول أنه هو يمفصل عن الدولة الاسمانية وبدأ يصدر نقود عليها اسمه لكن طبعا محاولته فشلت بعد كده اللي تحديها ده بقى الجنيه ده أول جنيه طبعا كان ذهب الجنيه على طول ذهب لحد ما توقف بقى استخدام الدهب خالص في العملات ده كان وزنه تمانية جرام ونص عيار واحد وعشرين وكان في فترة محمد علي باشا هنا بقى السحتوت واللي تحته ديه النكلة كان كم جرام كان كم جرام تمانية جرام ونص عيار واحد وعشرين آآ ده بقى السحتوت والنكلة السحتوت زي ما قلنا أصل الكلمة من وحدة مساحة اسمها ساحة النكلة بقى هما سموها نسبة إلى نيكل كانت مصنوعة من النكلة فالناس سمتها نكلة وهي تساوي اتنين وعشر القرش يعني اتنين من السحتوت اللي فوق بقى المسقوب ده ده أول مليم ده مليم مليم أول مليم كان في فترة السلطان حسين كامل وكان ده أول بقى مسمى لمليم وأصلها فرنسي على فكرة الناس برضو خادت الاسم من فرنسا اللي تحتها دي بقى التعريفة طبعا كان في فئة خمسة مليم قبل كده ولكن دي الفترة اللي تسمت فيها الخمسة مليم تعريفة هنا ابتدى بقى ان احنا يبقى فيه سك للأشكال اللي هي الخاصة شوية يعني بالرموز صح كده الفترة دي هنا رموز مصرية خالص يعني في الفترة دي كان بيبقى صورة الملك واسمه واسم المملكة هنا بقى ظهرت العملات الورقية وكانت البداية سنة 1898 ده اللي بجدن الناس ده ظهر اول حاجة النص جنيه اللي هو عليه ابو الهول وبعد كده الجنيه اللي عليه الجمالين مشهور جدا جنيه جمل اللي بقولك عليه دولة جنيه جمل الحق جنيه جمل اللي مش عارض بكام بس للأسف يعني بيطارد منه مزور كتير طبعا فيه ناس بتحاول تسعنات يعني بيحاولش تحاولت نرهم بس في الآخر أي حد عنده أي خبرة هيعرف ان هو مزور وهو عموما دي يعني مش عملة بتظهر كده بالصدفة مش عملات من العملات الندرة ممكن تلاقيها بالصدفة كده هم ليه؟ لا طبعا لها أماكن بتتبع فيها وبرة لها أسواق كتير جدا العملات الورقية لها هو بيجمعوها وبيجمعوها بترتيب معين هل هنا في مصر فيه مكان نقدر نشوف فيه العملات دي أو حاجة مبدئيا برضو عشان أبقى واضح القانون المصري بيجرم اقتناء أو بيع العملات اللي عد عليها مئة سنة فاحنا لو هنتكلم في نقطة لا ما تكلم متحف أو حاجة المتاحف آه طبعا طبعا كل المتاحف فيها عملات طبعا يعني مثلا عملة النوب نفر اللي عرضناها فيه تلات نماذج في متحف التحرير المتحف المصري في التحرير وفيه نموذج في متحف اليوناني الروماني في اسكندرية فنقدر نشوفها وحتى المتحف كان لسه عارض لتلق قطع في معرض مهم جدا وكان ممتاز وبالإضافة بقى لكل عملات على مدار التاريخ فترة بقى البطلامي والروماني وهكذا المتاحف كلها بتعرض بالنسبة بقى للعملات اللي هي أقل من مئة سنة اللي هو مصرح اللي احنا نشتريها أو نقطنيها فدي على النت فيه جروبات كتير الناس ممكن بتعرض عليها مقتنياتها وهكذا ولكن بالنسبة للعملات الورقية الأمر مختلف يعني هو عادي بقى دي مش مجرمة ولا حالة طب هندسة بقولك إيه دلوقتي كان في وقت من الأوقات يقولك إيه يقولك إحنا أو بنشوف يعني إحنا كنا متعامل مثلا بالدينار بالدراهم بالدرهم هل الحاجات دي بتاعتنا أصلا والحاجات دي يعني هي مختلطة شوية هو الدرهم والدينار دخلوا مع الفتح الإسلامي في مصر وظلت العملة الدرهم والدينار والفلس الدنار دهب والدرهم من الفضة والفلس من البرونس ظل حوالي 900 سنة ويمكن يقارب 1000 سنة من الفتح الإسلامي لحد فترة العثمانين هي دي التلات فئات الرئيسية في العملات في مصر ولكن كان أوزانها بتختلف من فترة لفترة لكن المسمى كان ثابت أصل بقى المسمى لا هو مصري ولا هو عربي يعني الدينار أصله عملة اسمها ديناريوس وكانت عملة رومانية الدرهم مأخوذ برضو من كلمة درخم ودي كانت وحدة وزن يونانية في الأصل العرب طبعا تأثروا بالحضرات اللي كانت قابلهم وهم كمان أثروا في الحضرات اللي جات بعدهم وده أمر طبيعي جدا لأن كل الحضرات خدت من بعضها وكل الحضرات تأثرت من بعضها يعني ما بيش منظومة نقدية كده ولدت من العدل لازم تبقى متأثرة من اللي قبلها وتأثر في اللي بعدها لأن التاريخ دايما متصل احنا نقول ما فيش منقطاع تاريخ دولة زي مصر وكله مرتبط ببعضه يعني العملات في الفترة البطلمية مرتبطة بالفترة الرومانية مرتبطة بالفترة الإسلامية كلها خط واحد وماشي بانتظام فلذلك العملة الدرهم والدينار كانت أساسية لحفظ نهاية دولة المملك طب ليه برضو عايز أعرف منك زمان كنا بنسمع بيتقال على العملات ضربة في مصر أو حاجات زي كده دي كانت راجعة لإيه كلمة ضربة يعني تم سكها في مصر ضربة في مصر يعني اتسكت في مصر والجملة دي بالمنظر ده بالظبط كانت بتستخدم في الفترة العثمانية ولكن حتى في الفترات الإسلامية كان دايما المأسورات المعهودة بيكتب دربة دربة هذا الدينار في مصر سنة كذا فالكلمة دي مقصود بيها لاتعرف فئة النقد والمعدن بتاعه والسنة اللي تسك فيها يا باش مهندس نورتنا واخستنا الله يكريمك وخليت فكرة حلوة تسلم الله يباركك شكرا جدا دي الله يخليك شكرا تسلم الله يباركك حضرتك شكرا لك بشهد وليسه هنكمل معاكو باقي فقراتنا وبعد الفاصل مع سابي تابعونا بنكمل معاكو باقي فقراتنا ويمكن يعني فقرة الأبراج دايما بيكون عليها جدل عندنا على سوشيال ميديا واسئلة كتير واستفسارات كتير خصونا الفترة برضو اللي احنا فيها شوية وبرج الجوزاء وايه حكاية برج الجوزاء معنا طلع عينينا خلا نعرف كل التفاصيل كده مع سابي ازاك يا سابي؟ ازاك عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الأخبار؟ كله حلو كله تمام؟ كله طويل الحمد لله منورونا دايما كده بسيء هما الاتنين بيفكروا صح جدا لأن هما أبراج هواية دايما بيحبوا الواقع أكتر يعني يحبوا الحاجة الملموسة ما يعوشش الوهب ازاكية جدا 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 دايما برج الجوزاء أغلبية برج الجوزاء بيبقوا وزراء ورؤساء دول بيبقوا دايما مناصق مناصق اه اه دايما بنت الجوزاء بتبقى فنانة ممثلة مغنية بتحب الشهرة من أهل الفن اه اه اوكي بتحب الشهرة بتحب النجومية اه ودايما عندها حس فني اه دايما ست الجوزاء عندها حس فني اه لكن هما الاتنين بواجه عام اه أسكية جدا بس ست الجوزاء جريئة مندفعة اه ممكن تغير اه اشياء كتيرة متسابعة شوية في كراراتها جدا جدا اه اه اوكي وجريئة اه دايما تميل له صحوبية الولاد أكتر من البنات اه او هي ما بتحسش ان هي حبة انها تتقرب من من بنات كتير زي الولاد اوكي اوكي اه رجل الجوزاء دايما حد فورمل حد اه فيه لازم يبقى فيه بلان هو ماشي عليه اه يحب يبقى فيه مساستم الدنيا كلها وعارف النهاردة ايه وبكرة ايه اه بيسفروا كتير دايما بيحبوا بتوع الجوزاء سواء راجل او ست بيحبوا السفر الكتير اه 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 محظوزين جدا على فكرة راجل ست الجوزاء طبعا محظوزين دايما بيبقوا اغلبيتهم مشاهير او بيحبوا الاضواء او بيحبوا اه يبقوا اسم اه سواء مسلا دكتور سواء مهندس اه بيحبوا اخر الحاجة يعني ما يعدوش اه يبقوا قاعدين كده رادين مثلا بانهم اه اه اشغالين موظيفة معينة لا دايما فيه اجتهاد وفيه اه تارجت عايزين يحققوا بيجروا دايما في احدهم اه يعني ده نقول دي الاغلبية العامة بالزبط بالنسبة بنسبة 90% من برج الجوزاء راجل و ست اه بس برضو ده بتختلف على اني عشرية ايه بالزبط اه يعني عندك العشرية الاولانية اللي هي بتبتدي من 21.5 لـ 30.5 دي طبعا اقوية جدا لانها طور وجوزاء الاتنين راجل و ست بردو الطور بردو راجل و ستة اقوية جدا جدا فلما يكتموا بقى الراجل في برج الطور والجوزاء يعني اه اقوى الصفات قوية طبعا منطبق عليهم الصفات بالزبط لكن الجوزاء البيور اللي هو من 1.6 لعشرة ستة ده جوزاء بس دول اسكية بردو جدا اه الجوزاء بقى اللي من يوم حداشر ستة لعشرين ستة دول اللي فيهم وفيهم يعني دول اللي بيروح ناحية السرطان كده شوية أوكي مش كلهم آه يعني ما بنطبقش عليهم قوي آه مش يعني لكن مش الأغلبية مش فيهم آه نسبة الأكبر جدا هي العشرية الأولى والتانية اللي واخد من التور والجوزاء اللي هو البيور والواخد من التور عشرية التالتة آه مش كلهم فيهم وفيهم بس طبعا فيهم نفس الصفات آه يعني ده نقول النسبة التسعين في المال اللي احنا اتكلمنا عنها متقسمنا آه يعني البنت اللي وجلنا قلنا العشرية التالتة من البنت آه اللي قريبة من السرطان بتبقى بيكميل للعاطفية أكتر آه حساسة عاطفية آه بيتبقى حساسة عاطفية آه ما بتعرفش يتعبر عن نفسها بتبقى مش واخدة حقها عكس الجوزاء الجوزاء جريء وبيطالب بحقه آه رجل السرطان برضو آه عاطفي وحساس آه دايما بيميل للعزلة بيميل إن هو عايز حد يدفع عنه آه فمش كل العشرية التالتة آه بيبقوا أكوية آه إلا إذا كان فيهم ملامح من ملامح الراجل أو ست الجوزاء آه لأن هما كل برج اللي بيبقى ليه ملامح معين بيبقى ليه طيب لو إحنا نهارتها هنتكلم إحنا طبعا هنتكلم عن توفق الأبراج والحاجات دي بس إيه يعني مش دلوقتي عايز برضو هتكلم شوية برضو عن يعني فكرة نتكلم عن الجوزاء الفترة دي رأيك آه جميل عشان نتكلم عنهم يعني آه بالزبط جميل الجوزاء آه من الأبراج اللي بيبقاش مستني آه حد يعمله أي حاجة هو دايما بيبقى عامل بلان معينة آآ آآ ماشي عليها ومرتب أوراقه ومرتب آآ حياته وهم قللين الكلام يعني هما يحبوش يحكوا على حاجة يعملوها ما بيخافوا من العين برضو الجوزاء آه ما يحبوش يتكلموا ويقطعوا يتكلموا في حاجة ويقطعوا يحبو آآ يعني الناس يشوف الحاجة زي ما هي يحبوا يقطعوا ممكن آآ ممكن يحبوا يقطعوا أنت عارفة أنا مش برضو الجوزاء بس أعطك عشان أخد دنيا معنا على التليفون أوكي يا دنيا أزايك آلو آلو يا دنيا أزايك بصي أوطي التلفزيون واسمعيني من التليفون إيه؟ أوطي التلفزيون واسمعيني من التليفون حاضر حاضر اتفضلي ايه سؤالك انا برج الجوزاء خمسة ستة الفين وثلاثة خمسة ستة تمام الفين وثلاثة تمام خمسة ستة هي جوزاء بيور طبعا زكاية جدا 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 بس ممكن يكون دايما بنت الجوزاء بتبقى عاشة في أسرة مش بيديالها حقها أو الإمكانات اللي هي تقدر تساعدها إنها تنطلق لأن هي بتبقى دايما يعني البنات من البنات الجوزاء والعقرب والحمل والأسد والحاجات دي بتبقى عندهم حاجات عايزين يحققوها بس العيلة أو الأسرة اللي تلعين فيها شايفيني ندوت لأ لسه انت لسه صغيرة لأ ماينفعش لأ مش عارفة إيه فيه قيود شوية فيه قيود مكتفاها مش عارفة تاخد أو تاخد الخطوة اللي تخليها تجري إن هي ستة جوزاء قوية وزكية بتجري في أحداثها ما يتخافش عليها خالص فكرة تمام جدا بس كان بقالهم ثلاثة أربع سنين قبل كده مش تمام الدنيا عندهم بتدت تثبت الفترة دي بتدت عندهم الدنيا إحنا داخلين في برجهم فطبعا أي برج في وقته ما بيبقاش بقوته أيوة صح خلاص دايما أي حد داخل على عيد ميلاده أو في الشهر بتاعه بيبقى عتعبان اسألين الدنيا مش حلوة الفلوس بتقل معاه بيحس إن هو متطهد كده أو فيه حاجة غلط مايركس لإن ده بس فترة زمنية اللي هو فيها برجه بيبقى كده بمجرد بس ما بيخلص برجه الدنيا بتلمع معاه بتلمع معاه جدا 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 فبقول لها ما تقلقيش الفترة دي إحنا داخلين على برجك بس يمكن الصف شوية الأبراج اللي هي بتبقى في الصف شوية زي الجوزاء والسرطان والأسد في الصف الدنيا بتنعشل معهم أكتر أو بتزبط أكتر طيب خير خلينا نعرف لكن هما عندهم سفر كتير وعندهم قرارات جديدة هيخدوها وعندهم انتقال على فكرة برج الجوزاء عندهم عمليا أنا قلتها قبل كده بس الدنيا ما كانتش زبطة لفترة فاتت عنده يا أم هيجمع ما بين شغلانتين يا أم عنده انتقال من مكان لمكان في الشغل والانتقال ده هيبقى الصالحه مديا يعني لأنه هو حاسس أنه هو مدياته مزبطة معه بالزبط طيب خلينا ناخد رأي أسماء يا أسماء إزايك طيب أسماء حاولي كلمينا مرة تانية فاطمة يا فاطمة إزايك مساء الخير مساء النور سؤالك إيه كنت عايز أعرف برج التاريخ 22-12 22-12 عايز تعرفي البرج ليها هي ولا الحد ليكي ولا الحد لا ليها أنا تمام شكرا لك يا فاطمة هي برج الجدي بس هي أول عشرية في الجدي فهي جدي كوس الجدي الفترة دي المفترض أنه عنده الدنيا بدت تثبت عنده ماديا وعنده برضو انتقال من مكان لمكان بس ده هيبقى بيت بيت مش عمل آه بيت أوكي وهو عمليا بيفكر يزود حاجة على شغله أو لو واحدة ما بتشتغلش بتفكر أنها تشتغل أو هي تطور من نفسها عمليا الجدي كان بقاله سبع تامن سنين فاته مش واخد حقه هنبتدي نقدر نقول خلاص دخلين عن نصف تاني من السنة اللي هي الأساس اللي هيبتدي فيها السنين الجاية ياخد حقه أوكي عندهم انفراجة الفترة اللي جاية دي حلوة لأنه هما الفترة اللي فاتت من قبل رمضان ورمضان وبعد رمضان كانت الدنيا عندهم مش حلوة كانت تحس أنه هما عينين في حاجة غلط مش منظباط مرهوطين آه آه هو عامل نفسي ما أثر عليهم جسمانيا أوكي ابتدت الدنيا عندهم تثبت في علاقات عطفية اللي عنده علاقة عطفية على وشق الانفصال أو الكلام ده دي فعلا هيحصل الانفصال لأنهما داخلين حياة جديدة أو علاقة جديدة دي اللي هتثبت معهم أوكي والعلاقة القديمة اللي أنا بقول عليها ديت هي كانت مقالهم معهم سنتين تلاتة أربعة هما اللي متمسكين بهم أخرين نفسيهم فبقول لها لو عطفيا الدنيا عندك هتثبت لو فيه حاجة جديدة هتثبت وهيبقى فيه ارتباط رسمي عمليا الدنيا عندك زبطيها أو رتب أورائك لأن برج الجدي في البنات عندهم مشكلة تفاصهم طويل وبيستحملوا قوي فبيتأخروا يعني بيجوا على نفسيهم وبيستحملوا عشان خطر أه عشان الترف اللي قدامهم لأنهما عطفيين جدا خصوصا لو واحدة بتحب أو مرتبطة فده بيأخرهم كتير فبقول لها لأ حب نفسك قبل ما تحب أي حد حوليك حلو حلو الله النصيح دي أن هما كمان خصوصا أن البنات تبقى عرفاها بالظبط لا وهم عارفين أن هما في نوعية من البشر زي مثلا الست الحوت ست السرطان ست الجدي دي بيستحملوا كتير يعني بيجوا على نفسيهم بيستحملوا حاجات وهم عارفين أن هما غلط أو أن هما جايين على نفسيهم وقاعدين أه حلوة طب يا سابي هنلسى هنكمل معاكي طبعا بقية الكلام بس خلينا نطلع كده لفاصل سريع على طول ونرجع نكمل على طول الفاصل ونرجع على طول بنكمل معاكو باقي كده حلقتنا وفقرتنا وبنتكلم النهارده بالأخص عن برج الجوزاء وهي دي فترته وهو دي الفترة اللي احنا دخلين عليها بقى كده في العشرية الأولى والمنتصف والأخيرة كنا بنقولي يا سابي بقى عن عن أحمد عن أحمد ايوة كان أحمد 16-6 نكمل بقى نقول على أحمد ولا خلاص كده أحمد لا أحمد عرف كده خلاص هو يعني هو سمع بس مردش علي هو تصدم طب تيجي نقول على توافق الأبراج اللي تنفع الجوزاء ماشي الأبراج اللي تناسب برج الجوزاء أقوى برج ينسبه الكوس الكوس ينسبه جدا والطور لازم يقابل الطور والكوس الميزان الطور عشان هو أخد من الطور شوي دايما دايما البرجين اللي أقطر أبراج ورا بعض وتلاقينهم في بينهم كمستر غير طبيعية هو الطور والجوزاء لكن دي ما بتحصلش في כל الأبراج ما بتحصلش في كل أه Han مش مستحب ماشي ماشي لكن أقطر برجين دايما بيبقى بينهم كميا غير طبيعية الطور والجوزاء حلو دايما بيتقابلوا يعني الجوزاء لازم هيقابل العزراء والكوس والميزان والدلو والدلو دول الأبراج اللي دايما بيقابلهم بتبقى علاقة نكحة جدا 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 حلوة طب خلينا ناخد كده برضو سؤال جهاد يا جهاد ازايك؟ الحمد لله عايز اكلم سادي اتفضلي معاك سامعاك بقولك لو سمحت انا متجوزة وفي مشاكل ما بيني وما بين جوزي ورفع قضية وكده فعايز اشوف الدنيا فيها ايه طب برجك ايه حضرتك؟ برجك ايه؟ 18-2 وهو؟ 39 هو ميزان وهي دلو حوت شكرا لك يا جهاد لسه كنت بقوله على الدلو من شوية يستخبأ ايه بالزبط بنات الدلو الفترة دي عندهم مش حلوة بلاش ياخدوا قرار في الفترة دي لان احنا عندنا طول السنة فيه ايام بتبقى حظنا حلوة فيها وفيه ايام ما بتبقاش بنستخبى فيها اوكي فالفترة دي الدلو لو اخدت اي قرار هيبقى مش لي صالحة حتى لو هي غلط او هي صح مش هيبقى صالحة اوكي فمن صحاش ان الفترة دي تاخد خالص تستنى لغاية بعد 25 ستة تاخد اي قرار هي عايزة يعني انت تهدى شوية اه تهدى شوية لان ستة الدلو هي بتجري في احداثها اه فعايزة كونفة يكون وهي دايما بتبقى على حق بس بتضيع حقها بطريقتها مم بالاندفاع اه يعني ستة الدلو طيبة دايما بتبقى احساسها ما بيه كدبش وبتبقى صح بس الطريقة بتبوص كل حاجة اه طريقتها في السماليو في طريقة حلول المشاكل اوكي فرد فعلها بتضيع كل حاجة بتخلي اه بعد بان هي كانت على حق بتبقى هي اللي عليها حق اوكي حلوة طيب خلنا ناخد كده برضو سؤال رغضة يا رغضة ازايك الو رغضة الو مسأل نور بس صوتك بعيد بس من سامعك كويس الو بعد ذلك حضرتك بس يا سالي كنت عايزة سألك تلاتين تلاتة تمام واحد سبعة تمام مش شكرا لك يا رغضة انتاز عرف البرجين دولة متواصلين مع بعض ولا لأ تلاتين تلاتة وكم سبعة تلاتين تلاتة وواحد سبعة تلاتين تلاتة هي حمل حوت وواحد سبعة سرطان ما يتفقوش اه خطوا سرطان ما يتفقوش خصوصا لو هي لو هي لو هي حوت او هي السرطان هي قوية ست الحوت قوية وست السرطان زكية وقوية جدا للاتنين يعني سواء هي احنا بنعرفش مين فيهم الحوت ومين السرطان بس سواء هي حوت أو سرطان اللي اتنينه أكوية وأسكية وبيفهمه جدا هو غالبا هي قدت على نفسها هي الأول اللي هي الحوت هي حمل سوري هي حمل حوت وبرضو الحمل قوية جدا 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 وزكية جدا 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 ما بترضاش بأي حاجة هو سرطان رجل السرطان ورجل الحمل سواء هي هو برضو سرطان أو حمل طيبين جدا 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 ما يسدوش مع ست الحمل أو السرطان يعني أنا بقول لها يعني طبعا فيه فجوة انت بتقسكى وبتجري في أحداث حياتك وهو هادي جدا وعايز حد يفكر له عايز حد ينفذ له ما نصحاش خلينا ناخد برضو سؤال مروة يا مروة ازاي كتفضلي ألو مروة حاولي يكلمينها مرة تانية طيب احنا كنا بنتكلم عن توفق الأبراج وقلت فيه كذا برج ماشي مع مع برج الجوزاء مع برج الجوزاء إيه بل الأبراج اللي نقدر نقول إن هي مستحيل تماما بص رجل الجوزاء سهل وسياسي بيعرف يتأقلم مع البشر كلها بيعرف يعني بيعرف يتكلم بيعرف يمتصل قدامه هو مش بتاع مشاكل وما بيحبش المشاكل فدايما هتلاقيه بيتكلم فيه خطوط حمرة حتطقى خصوصا لو هو في شغله حياته الشخصية هتلاقيه ما بيربطش دب ده يعني ممكن يبقى عنده صحاب في شغله بس مش صحابه صحابه برا شغله ما بيخلطش الأمور بعدها حدد حدود في حياته يعني بفاصل ما بين حياته العملية وحياته الشخصية ست الجوزاء ما يتخافش عليها خالص ودايما حظ اللي اتنين سواء ست أو راجل الجوزاء بيبقى أعلى بكتير لو سفروا بلد غير البلد اللي تولدوا فيها من الأبراج ونسبة كبيرة جدا 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 من برج الجوزاء ست أو راجل دايما بيصعوا للسفر برا ودايما لدور أوروبية ودايما حظهم بيبقى برا أكتر بكتير من هنا من هنا حتى اللي موجودين هنا بيبقوا جزء كبير منهم نفسهم يمشوا بس مش لقين الفرصة لكن حظهم الأعلى برا البلد اللي تولدوا فيها ماديا وعمليا وعمليا اه حلوة طيب خلينا نقول دا يا رأيي يا نوال يا نوال ازايك ألو نوال أهلا بيك يا فندم سؤال حضريك ايه سابيسا معاك تفضل يا فندم أعاد أسأل على برجي أنا موارد تسعة وخمسين صغري ستة اتنين ستة اتنين ستة تمام ماشي شكرا يا فندم تسلم تفضل اتنين ستة برجي الجوزاء ده جوزاء بيور أسكية جدا 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 بس هي طبعا خلينا نقول ان كل مرحلة سنية بيبقى ليها فكر معين اه اوكي اه هي بالنسبة لها الفترة دي صحيا شوية يعني تفكر صحيا شوية لان الجوزاء الفترة دي خصوان ستة الجوزاء اه صحيا يعني يخلي بالهم من صحيتهم الفترة دي اه لان هما بقى لهم كذا سنة دايما في دخل تاريخ ميلادهم بيتعبوا بيحصل لهم حاجة جثمانية او تاعب بيجي لهم تاعب الفترة دي بقى لهم حوالي سنتين تلاتة كل سنة في الفترة دي بيتعبوا فبقى لهم برضو السنية دي خلي بالكم صحيا منكم بس الموضوع بيعدي مش مش حاجة هتبقى كبيرة ولا حاجة ايو ايو هو بيبقى عامل نفسي لان هما دايما حساسين زيادة عن اللزوم او بياخدوا كل حاجة على فرامتهم ايو فهمت لان هما دايما من الابراج الجوزاء من الابراج اللي دايما عندهم اللي ايو عندهم عالي طيب خير يعني نتمنى لهم كده بس ان شاء الله الفترة النص التاني من السنة للجوزاء بواجه عام عندهم صفرة عندهم مديات عندهم بيت عندهم شغل كويس المادية بتاعتهم كويسة يعني النص التاني عندهم في عندهم حصاد هيحصدوا طب يا رب يحصدوا كل الخير جميع الابراج بقى مش هنتكلم عن الجوزاء بس جميع الابراج سابي نورتينها وشرفتينها كالعادة ويعني دايما كده بنعرف منك كده تفاصيل كتير عن الابراج يعني شكرا لكي نشوفك ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله يلا نكون وصلنا معاكم لآخر حلقاتنا النهاردة ورب نكون دايما عند حسن ظنكم ونشوفكم بكرة في نفس المعاد الساعة ستة ونص سلام